هي في الحقيقة أعلم كنت أعلم أن جوابها يتطلب الطفل كامل بس من فضلك من فضلك أقول لك شيء بالنسبة للجسم الأثيري ممكن هذا يزومك إحنا عندنا ما يقارب ستة حلقات وكل حلقة سمعتها كلها على الجسم الأثيري نعم وتحدثنا بعمق جدا جدا عميقة بالجسم الأثير حتى ممكن معمارية الجسم الأثيري حتى الطلاب اللي كانوا معنا في تلك الحلقات استغربوا يعني وضحت لهم أمور لم يعرفوها سابقا يعني دخلنا في معمارية الجسم الأثيري بعمق هذا اللي لاحظت هنا حتى أني سمعت أيضا فيديوهات عن العقل الباطن لكن اللي لاحظتها السؤالي هو أنه شيء لاحظت لاحظت أنه خصوصيات العقل الباطن هي نفسها خصوصيات الجسم الأثيري وهذا سؤالي هذا كان سؤالي هل هو نفسه؟ نفسه تماما نفسه تماما هذا كان سؤالي لكن العقل الباطن العقل الباطن صغر لحظة الجسم الأثيري نقول الحقيقي الترددات الحقيقية العقل الباطن مصطلح نفسي صغر يعني كي قالوا العقل الباطن وخلاص نعم لكن في حقيقته كاسم وكمعنى الجسم الأثيري هو الصح مش العقل الباطن نعم فالجسم الأثيري لأنه فيه ترددات وفيه كل يعني كل حياتنا الحياة السابقة والانفعالات الغرائز العواطف المواهب المهارات وحتى أريد أن أقول شيء حتى هذه الأجهزة يعني من الكائنات الأخرى اللي يرسلوها الأفكار السلبية عندهم يعني بأجهزتهم يخترقون الجسم الأثيري وهذا يحدث نعم الكوابيس هذه الكوابيس كلها مفورة كمصنوعة أيضا عن طريق الجسم الأثيري نعم يصنعوها الجسم الأثيري هو الحياة حياة الإنسان حقيقة يعني المنطقة القريبة جدا جدا هذه معروفة أعتقدت كل يعرفها متلاصقة فهذه هي المسؤولة على مثلا الجسم المادي المنطقة القريبة مسؤولة يعني حركة القلب والهيكي هذه الأمور يعني وبعدها تأتي العواطف أعلى والغرائز وبعدها تأتي المواهر وهو انفتاحي يعني مش مغلق الجسم الأثيري تعرفين مش مغلق لا ينغلق يعني إلى أن الدارة الأخيرة ترتبط بالعقل الكوني الرب أي طبعا فأنت عندما تفكرين تسمعيني نعم فأنت عندما تفكرين حاولي أن تجعلي فكرك من أعلى الدوار يعني من أعلى من الدارة الأخيرة اللي هي ممكن نسميها الدارة الكونية اللي مرتبطة بالعقل الكوني نعم فبالمناسبة أريد أن أقول شيء أنت كلما تنقي أفكارك وكلما تصعد إلى الضوء هو ماذا يحدث يحدث انفتاحية بالجسم الأثيري فبالتالي هي حتى تحقيق الأهداف يعني هذه تحقيق الأهداف كلما أنت تقوم بفتح الجسم الأثيري تصعد أعلى 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 تحصل على الحماية وتحصلك على يعني تقوم بتحقيق الأهداف النقاء أنت كلما تصعد أعلى الجسم الأثيري يتنقى وكلما تنزل الجسم الأثيري تجده ملوث ملوث بالبرمجة الاجتماعية وبالدين وبالمخاوف فمثلا عندما الإنسان يفكر بالمخاوف يعني يخاف يشك فيجب أن تعرفوا أن هذه الترددات القريبة هي جدا جدا القريبة مش النقية وطبعا عندما الإنسان يترك الأرض يعيش بالجسم الأثيري يعني المحتويات بالجسم الأثيري هو تقريبا هي كنت قول يعيشها أستاذ ولما يقترب لما نقترب من نتحدث عن العقل الباطن يعني مساغر جسم أثيري مساغر لما نقترب ننزل يعني فعند حواف العقل الواعي هنا هنا المعتقدات يعني التلوث هنا في حواف حفة العقل الباطن مع حفة العقل الواعي هكذا هو هو أريد أقول لك حاجة هي هاي حتى التسميات هاي كلها خاطئة هاي هذه التسميات هي محاولة أننا نوضح الاتصال يعني ما بين الجسم البشري والعقل الكوني حتى هذه أسماء يقول لك مثلا شاكرا القلب وهذه كلها خطئة لأنه هو في الحقيقة نعم ما فيها أسماء هي المسألة بص هي المسألة تماما 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 هي مسألة ترددية ترددات المسألة كلها ترددات الآن مسألة أنه العقائد مثلا تقترب يعني قريبة مننا هذه تنزل وتصعد لأنه أنت في زمن معين بصي مثلا أنت الآن قبل سنتين كنت بعقيدة معينة ليس كذلك قبل سنتين قبل ثلاثة سنوات كنت بفكر معين ننتبه الآن أنت الآن معنا فكرك تغير فإذا أصبح تغير بجسم الأثيري فهي ليس الثابتة الأمكن بتاعتها هي أبدا مش ثابتة الجسم الأثيري ديناميكي مش ثابت الطاقا وهذا أعظم شيء لأنه عن طريق الديناميكية فنحن نقوم بتوسيع يعني نحن نسيطر بالفكر فهو ما نقدر نقول ما نقدر يعني نثبت نقول يعني العقاءة قريبة والغرائز بعيدة لأن موجودة هي هاي الشاكرات والدوار الكل يشاهد الزرقاء والخضراء والحمراء يعني موجودة بالإنترنت بس هذه الخطأ اللي فيها هذه ثابتة الجسم الأثيري مش ثابت لأنه جسم الأثيري مثلا بتاع الطفل يعني هو يختلف عندما الإنسان يكبر بعد عشرة سنوات يختلف الجسم الأثيري بعد عشرين سنة يختلف بعد ثلاثين سنة يختلف هذا الشيء الآن ممكن شخص يسأل يقول ما هو الجسم الأثيري يعني شخص ممكن يسأل يقول أريد أن نعرف ما هو الجسم الأثيري نقول هو مش موجود هذا حتى جسم الأثيري تسمية خاطئة أنا قلت هذا هذه فقط أسماء نحن نستخدمها لتفسير الكون هو حتى هذا جسم أثيري كلمة خاطئة يعني ممكن هذا يزنكم نعم ونحن وضحنا ليه الأسماء خاطئة يعني هو حتى هذا جسم الأثيري والترددات كلها ما تعطي التفسير الكامل لحقيقة ما يحدث فكلما لا كلما قلنا مثلا الجسم الأثيري والعقل الباطن وجسم الإنسان في الحقيقة حددنا المعلومات قللنا المعلومات نعم فأنا وضحت هذا يعني كثيرا أنك أنت تكون حذر جدا لا تعتمد على الأسماء كمقاييس ثابتة الأسماء كلها كل هذه الأسماء كلها صناعة بشرية حتى كلمة الرب لا تعتمد عليها هو خطأ حتى نقول كلمة رب نعم لأنه عندما نقول كلمة رب نحن قللنا قوة الرب لأنه وصفنا حددناه في حين هو الكون فوق الوصف فوق الوصف فلهذا عندما أنت ترى الكون من عدمية الأسماء بدون بدون أسماء هو هذا ممكن التوسع نقول في الوعي أو في الإدراك الأسماء تقلص المعلومات نعم تقلصها كثير يعني حقيقة أين فما هو الجسم الأثيري أرجع ما هو الجسم الأثيري مجهول غير معروف ما هو الإنسان غير معروف ما هو الرب غير معروف ما هي الشجرة غير معروف الشجرة حتى كلمة شجرة خاطئ ليه لأنه هو مين قال شجرة هل الشجرة أتت وقالت أعطوني اسم الشجرة أم الإنسان هو أطلق على الشجرة شجرة الآن اذهب إلى الشجرة من أي مكان هي شجرة يعني إذا مسكت أنت جذع نفترض مسكت الجذع فهل هذا هو الشجرة؟ لأنه إذا مسكت الجذع نقول لك طيب ما هو داخل الجذع تقول لي في داخل الجذع خلايا نباتية نقول لك أوكي ما هو داخل الخلايا النباتية تقول ذرات نقول أوكي ما هو داخل الذرات تقول لي الكترونات نقول لك أوكي ما هو داخل الكترونات تقول لي فضاءات نقول لك أوكي ما هو داخل الفضاءات أبدية أو ما نعرف نقول أما نقول أبدية أو ما نعرف فإذا الجذع هو في الحقيقة مجهول الشجرة مجهولة الجبل مجهول الأرض مجهولة نعم لأنه كلما تدخل في الإسم هناك أعمق إذا تصف الشجرة تصل إلى داخل الشجرة وإذا وصلت إلى داخل الشجرة سوف يجب يجب هيك أن تصف داخل داخل الشجرة وإذا وصفت داخل 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 الشجرة سوف تصل إلى الذرات وإذا وصفت الذرات سوف تصل إلى الإلكترونات وإذا وصفت الإلكترونات سوف تدخل إلى الفراغ وما هو في داخل الفراغ مجهول طبعا هيك فهذه كلها هي مصححة شاكرا وجسم أفيري وعق الباطن والراب كلها ليست يعني صغيرة صغيرة للتعريف شكرا نجتي يا عزيز تنتي رب يبارك ويحنيك يا رب